نشوف كده اتحاد النشرين عمل ايه؟ اتحاد النشرين المصريين اقام احتفالية لمناقشة مستقبل النشر في مصر الاحتفالية دي كرم فيها عدد كبير من الشخصيات المصرية اللي اسهمت بشكل كبير في مجال النشر وترويج الفقافة تعالوا نشوف تقرير خاص من احتفالية اتحاد النشرين المصريين نسكر حضرات السادة الافهاضة لانهم حضروا النهاردة فالاحتفال والافطار بتاع السادة نشرين وانا باشكر رئيس الاتحاد واغضاء الاتحاد ان هم رشحوني اقوموا لي تكرين كعادته سنوية اقام اتحاد النشرين المصريين حفل الافطار السنوي الذي يضم جموع النشرين في مصر بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم انا سعيدة جدا ان انا موجودة النهاردة معاه مع رغم ان انا كنت باجي قبل كده وبحضر مش بحكم طبعا المنصب ولكن بحكم ان انا في وزارة الثقافة وعلى اتصال بنشرين كتير مبسوطة النهاردة وسعيدة جدا بالتكريم الحقيقة لان التكريم النهاردة لعنصرين من العناصر اللي حقيقة اثرت فينا احنا كلنا جميعا كمصريين باجيال كتيرة جدا وكمان يعني هي كانت النهاردة للرجوع تاني للمشاركة بين وزارة الثقافة بقوة مع اتحاد النشرين وان شاء الله مرحلة جاية تشهد مرحلة مختلفة وبمشاركة رؤساء القطاعات الثقافية لاتحاد النشرين اقيم هذا الحفل الذي نقش عدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الثقافية العربية وتأثيرها على مجال النشر الادبي في مصر حفل السنوي بتاع اتحاد النشرين ده اليوم اللي بنجمع فيه في شهر رمضان وعادة بيقرم نشر او اتنين من اعضاء الاتحاد النشرين القدامة اللي اسهموا في مهنة النشر هذا العام تم تكريم اتنين من اعمدة النشر في العالم العربي ومش في مصر بس وهو الاسد محمد ابراهيم رئيس مجموعة الشركات نهضة مصر واسم الراحل محمد مدبولي صاحب مكتبة مدبولي وتقليد جديد السنة دي الحمد لله عملناه هو تكريم كل من بلغ سن الستين في المهنة ويمكن حاج شفتهم حوالي عشر من الزملاء في تقليد جديد ان احنا بنشجع الناس وانه المهنة دي مش مرتبطة بسن ولكن الحياة مرتبطة بالابداع ومدى خضرتك على المساهمة فيه على اعتبار ان مهنة النشر هي اهم روافد القوى النعمة في مصر وفي العالم العربي ولها تأثير كبير جدا وان الكتاب هو خير سفير لمصر في كل مكان اذا كان في مصر او غيره هو بيستهم في بناء الانسان المصري اينما كان واحتفاءا بعدد من رموز النشر في مصر لما قدموه من اسهام في مجال النشر والثقافة في مصر والعالم العربي كرم الاتحاد عددا من هؤلاء الرموز تقديرا لعطائهم الثقافي مينا مكرم يعني تقليد سنوي بيقوم باتحاد النشرين المصريين اجمل حاجة فيه انه بيجمع كل المسؤولين عن صناعة النشر على الفطار وبتكلموا وبينقشوا مشاكل ومستقبل النشر فيه جو لطيف وجميل مهم جدا مثل هذه التجامعات ونشوفها بشكل مستمر دايما مع النشرين او حتى اللي بيشتغلوا في وزارة الثقافة وكمان كويس ان وزارة الثقافة زي ما شوفنا دكتورة اناس عبدالدين كانت مشاركة بس لازم كنت تتكرم يا حامد لا 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 يتم دعوتك لا يتم دعوتك المرة الجاية